الاعتصام مجموعة صغيرة من اعلان الحرية والتغيير لها افكار واجندة لا تهم الشعب السوداني اطلاغا نحن نعلم تماما نحن نعلم تماما حزب الامة الغومي السوداني تاريخ ناصع في سماء السياسة السودانية نحن نعلم الاتحاد الديموقراطي وتجمع الاتحاديين المعارضين داخل اعلان الحرية والتغيير ينظرون بشفقة لمصير السودان في ظل هذا التعند نحن نرى تطلع وهامات واحلام وامال شباب حزب المؤتمر السوداني لا يريدون ان تلطفي هناك احزاب عريغة حتى تجمع المهنيين من اطبة وصياطلة وبياطرة ومهنيين واعلاميين لا يمكن ان يغودوا كل مكون طلاطة او اربعة من اتجاه واحد نحو خراب تدمير السودان نقول لكم ونعاهدكم نحن لا نريد الحكم نحن نتشرف بعسكريتنا نحن نعتز بجنديتنا لكن لن يخرب السودان ولن تنهار ولن تنهار المنظومة العسكرية ولا المنظومة الامنية في السودان سنحن بالدمغراطية وسنكون حكومة ايا كانت نوعها وبايا من وسائل الاتفاق ليس هم الحريصين على السودان وعلى نهدة السودان وعلى ان يتغدم السودان هناك عوى وطنية حية في الساحة الآن حتى الشباب حتى الشباب الذين سيموا من مراوغات اعلان الحرية والتغيير في المفاوضات وانفصلوا والآن يكونون عجسام شبابية كلها مليئة بالوطنية مليئة بالغيرة الحرص على ان يتغدم السودان الى الامام لن ينهار السودان لن تتفكك المنظومة الامنية في السودان سيظل الجيش هو جيش السودان سيظل الدعم السريع سواعد امناء غوية مهما كان العدو واينما كان ومهما كانت غوتي تنغض عليه فيتلاشى ستظل الشرطة وفيها لشعبها وفيها لامن بلادها في اي مكان سيظل سيظل جهاز الامن والمخابرات الوطني شمعدانا في سماء الوطن ضياءا ونورا سيظل كل احلام شعبنا شباب شعبنا في الصورة التي نشدت التغيير باذن الله سنمضي نحو التغيير سنحاسب المفسدين سنحاسب ايا كان ومهما كان في النظام السابق نال من حق السودان من شعب السودان من قروش السودان سيطاله الغانون اينما كان سننفذ مطلوبات الفترة الانتغالية كلنا سويا نعاهدكم ان المؤسسة العسكرية هي حماية للوطن حماية لكل احلامكم باذن الله لن نخزلكم اطلاقا لكم التحية مرة اخرى ولكم الانكرام مرة اخرى وفي هذه اللحظة الكريمة نذكر التاريخ نذكر التاريخ حينما اتى الامام محمد احمد المهدي من اخص الشمال ينشد طرد المستعبر انا ذات ومر على الغبائل الشايقية والمناصير والارابيب في بربر والجعلين والعضالله لم يسروه الحسانية حتى وصل جبال النوبة في قدير فاعلن الملك ادم اندباليو تجميع كل الامراء والمكوك في جنوب كردفان من عرب وزرقة وخادوا اجتماعا لمدة عاما كامل وتهركوا بعد ان ناصر المهدي في فكرته بالطرد الاستعمار واول معركة للثورة المهدية كانت في قدير جاءت علينا ومرت علينا ازمان اصبح نعرف بعضنا البعض بهذا الشيقي وهذا ميسيري وهذا الآن قوات الدعم السريع هذا فايس من الانقصنة من اللينة الازرق الجهنار النور القبة من شمال دارفور اقصى شمال دارفور سياتو حميتيه من جنوب دارفور لقيت واحد حسع من ابناء جنوب كردوفان ضابط ضابط ود ابونا الناظر الشيخ سليمان بيتاي محمود الآن مزؤون من الشريق قوات الدعم السريع هذه المؤسسة العسكرية وكأن التاريخ يعيد نفسه لنقدم اليوم نائب رئيس المجلس الانتغالي ليحدثكم وهو من جنوب دارفور لكن هذا الميري لكل السودان هذا الكاكي لكل السودان فتفضل سيادتك نستأذن نستأذن سعادة اللواء نوردين عبدالوهاق والخليفة عبدالوهاق والخليفة محمد الحسن والذي قدم كلمته وعلى السلام محمد لتقديم وثيقة عهد والميثاء أملك الهداء من النقاط المهمة المتعلقة براهن الأوضاع السياسية في البلاد قدم سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ليلقي كلمته ولكن المنصة تقول أن هناك فقرة تكريبية قبل ما نبدأ أخواني يجعي للناس دير يجربوا لنا شوية الناس دير تجرب شوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر